بمناسبة الاحتفالات بيوم السياحة العالمي وتحت شعار السياحة لتحقيق نمو شامل أكدت سلطة العقبة الاقتصادية الخاصة دعمها للقطاع السياحي وتقديم كافة التسهيلات له وقال نائب رئيس مجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة شرحبيل ماضي خلال الاحتفال إن استئناف السياحة بعد أعلان العقبة منطقة غضراء وخالية من كورونا ساعد على الانتعاش مشيرا إلى أن شعار الاحتفال لهذا العام يهدف إلى دعم هذا القطاع الحيوي محليا وعالميا بعد كورونا العقبة الحمد لله رب العالمين باتجاه التعافي التام نسبة تطعيم ومناعة مجتمعية وصلت إلى ما يزيد عن 86% ومناعة مجتمعية فوق المية بالمية هذا بيعطينا حافز إلى أن نعمل بشكل أكبر على المجتمعات المحلية لتحقيق النمو الشامل وتحقيق الاستدامة من القطاع السياحي القطاع السياحي هو الأكثر تضررا خلال جائحة كورونا